السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي وزوار قناة في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله سوف نقوم بعرض لغسالات بوش او شرح مميزات وخصائص غسالات بوش السلسلة الرابعة. كما تعلمون ان غسالات صحون لشركة بوش تحتوي على عدة سلسل. هناك السلسلة الثانية والرابعة والسادسة والثامنة. وكل سلسلة تحتوي على عدة موضيلات او على عدة غسالات. لهذا ارتأينا في هذا الفيديو ان نقوم بشرح فقط لغسالات بوش من السلسلة الرابعة. حيث سوف نقوم بعرض خصائص كل غسالة واوجد اختلاف بينها وبين اختها في نفس السلسلة. نبدأ مع اول موضيل في هذه السلسلة اي السلسلة الرابعة. الموضيل الاول وهو اس ام اس اربعون او اتنان وثلاثون اي. بالنسبة لهذا الموضيل فانه يأتينا بدون شاشة لعرض الوقت. كذلك يحتوي هذا الموضيل على سلتين. السلة العلوية قابلة للتعديل. اما بالنسبة للخصائص الطاقية فان الغسالة تأتينا من الدرجة بمعدل استهلاك سنوي للطاقة مئتان وتسعون كيلو وات خلال مئتان وتمانون دورة. اما استهلاك الماء فهو اربعة عشر لطر. اما بالنسبة للضجيج فالغسالة تحتوي على محرك دي ام درايف اي اتنان وخمسون دي سبيل فقط. بالنسبة للبرامج الغسالة تأتينا باربع برامج. البرامج البرامج المكتف. ثم عندنا البرامج الاقتصادي خمسون درجة ومدته ساعة وعشر دقائق. هذا البرامج يتميز بالكفاءة من حيث استهلاك الطاقة والماء. كذلك عندنا البرامج الحساس او البرامج اليومي خمسة واربعون درجة. بالاضافة الى برنامج الشطف الاولي. كما تحتوي هاتي الغسالة على خاصية تأخير التشغيل. ويمكن تأخير التشغيل من ثلاثة الى تسع ساعات. بالاضافة الى احتواء هذه الخاصية على آآ هذه الغسالة عفوا على آآ خاصية آآ نصف الحمولة. كما تحتوي هاتي الغسالة على تكنولوجيات الاكوستوب التي تتميز بها شركة بوش. ثم نمر الى الموضيل الثاني في هاتي استلسلة اي استلسلة الرابعة. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمونا بالضغط على الزر لايك. بالنسبة للموضيل الثاني في هاتي استلسلة هو الاسمس ستة واربعون جي سفر واحد تي. آآ من حيث الخاصة الخارجية فهاتي الغسالة تحتوي على السلتين للأواني السلة العلوية قابلة للتعديل. اما الخاصة الطاقية فالغسالة من الدرجة اطوا بلوس بمعدل استهلاك الكهرباء مئتان وتمانية وخمسون كيلو وات ساعة. والماء الفان وستمائة وستون لتر في السنة. اي بمعدل تسعة فاصلة خمسة لتر لكل دورة. هاتي الغسالة تعتبر من النوع الصامت بدرجة تمانية واربعون ديسيبيل. وذلك لاحتوائها على مضخة آآ آآ درايف تايم. اما بالنسبة للبرامج فهاتي الغسالة تحتوي على ست برامج. هناك البرنامج المكتف سبعون درجة. ثم البرنامج اوتوماتيكي خمسة واربعون الى خمسة وستون درجة. ثم البرنامج الاقتصادي خمسون درجة الذي يتميز بالكفاءة من حيث استلاك الماء والضاقة. ثم عندنا البرنامج اليومي خمسة وستون درجة. ثم البرنامج الخاص بالاواني الحساسة والاواني الكريستالية. خمسة واربعون درجة بالاضافة الى برنامج الشطف الاولي. كما تحتوي هاتي الغسالة على خاصية خير تشغيل. ثم الخاصية الجديدة خاصية بدء التشغيل. بالاضافة الى خاصية الشطف الزائد. ثم خاصية التشفيف الفائق. حيث تقوم هاتي الغسالة برفع حرارة الماء اثناء عملية الشطف. وتمديد وقت التشفيف. الشيء الذي يعطينا مرضودية قوية في التشفيف. بالنسبة لمدة ضمان هاتي الغسالة كذلك سنتان. ثم نمر الى الغسالة الثالثة في هاتي السلسلة اي السلسلة الرابعة. بالنسبة لهذا الموديل هو الاس ام اس اربعة واربعون دي سفر سفر تي. اه بالنسبة للخصائص الداخلية لهاتي الغسالة فانها تحتوي على سلتان. السلة العلوية قابلة للتعديل لثلاث مستويات. اما بالنسبة للخصائص الطاقية. فان هذه الغسالة تحتوي على محرك الايكو سايلنس درايف. استهلاك الطاقة اه او الماء في هذه الغسالة هو اثنى عشر لتر لكل دورة. ومعدل الطاجيج هو اثنان وخمسون دي سيبال. بالنسبة للبرامج فانها تأتي باربعة برامج اساسية. هو البرنامج مكتف سبعون درجة. ثم البرنامج الاقتصادي خمسون درجة. ثم البرنامج اه اليومي خمسة وستون درجة. ثم البرنامج الخاص بالاواني الحساسة خمسة واربعون درجة. وانا انصحكم في جميع الغسالات كيفما كان نوعها باستعمال البرنامج الاقتصادي. نعود الى الغسالة. بالنسبة لهذه الغسالة تحتوي على خاصية تأخير التشغيل. ويمكن تأخير التشغيل حتى تلاتة وعشرون ساعة. كما تحتوي هذه الغسالة على خاصية التجفيف الفائق. حيث تقوم الغسالة بتمديد الوقت ورفع الحرارة اثناء التشفيف. بالاضافة الى خاصية نصف الحمولة التي تمكننا كذلك من الاقتصاد في الماء والطاقة اثناء وجود اواني قليلة. مدة الضمان بهذه الغسالة هي سنتان. بالنسبة لهذه الغسالة فانها لا تحتوي على نظام اكوا سطوب. الموديل الرابع في هذه السلسلة هو الاس ام اس خمسة واربعون دي عشرة كي. بالنسبة للخصائص الخارجية في هذه الغسالة كذلك تحتوي على سلتان. للأواني السلة العلوية قابلة للتعديل كذلك. اما من حيث اه الخصائص الطاقية لهذه الغسالة فانها تأتينا من الدرجة ابلوس باستهلاك طاقة مئة وتسعون كيلوات سنويا والفان وستمائة وستون اه لتر سنويا. اي بمعدل تسعة فاصلة خمسة لتر لكل دورة. هذه الغسالة كذلك تحتوي على محرك الايكو سايلنس درايف. الشيء الذي يعطينا درجة ضجيج اثنان وخمسون دي سيبيل فقط. بالنسبة للبرامج هذه الغسالة فانها تأتينا بخمس برامج اساسية. البرنامج الاول هو البرنامج المكتف. ثم عندنا البرنامج الاوتوماتيكي خمسة وستون الى خمسة واربعون درجة. ثم البرنامج الاقتصادي. ثم البرنامج اليومي. ثم برنامج الشطف الاولي. بالاضافة الى خاصية تأخير التشغيل. وخاصية نصف الحمولة. وخاصية التشفيف الفائق. وكذلك خاصية الشطف الزائد. بالاضافة الى برنامج تنظيف الغسالة. مدة الضمان بهذه الغسالة هو سنتان. بالنسبة لهذه الغسالة تحتوي على نظام أكوستوب كما قلنا الذي تتميز به غسالات بوش عن باقي الغسالات ثم نمر إلى آخر موديل في هذه السلسلة أي السلسلة الرابعة هو SMS4EM66 هذه الغسالة تختلف عن باقي الغسالات في السلسلة الرابعة وذلك لاحتوائها أولا على ثلاث سلات عوض اثنان حيث أن هذه الغسالة تحتوي على سلة في الأسفل ثم سلة في الوسط قابلة للتعديل لثلاث مستويات بالإضافة إلى السلة العلوية الخاصة بالملاعق والشوكات والسكاكين الشيء الذي يعطينا مساحة واسعة داخل هذه الغسالة أما بالنسبة للخصائص الطاقية لهذه الغسالة فهذه الغسالة تعتبر من الدرجة A بلوس بمعدل استهلاك الماء تسعة فاصلة خمسة لتر لكل دورة وكذلك درجة الضجيج لا تتعدى اثنان وخمسون ديسيبال هذه الغسالة تأتينا بعدة برامج هناك البرنامج الاقتصادي خمسون درجة ثم البرنامج أوتوماتيكي ما بين خمسة وأربعون إلى خمسة وستون درجة ثم البرنامج المكتف سبعون درجة ثم البرنامج اليومي خمسة وستون درجة وفي آخر برنامج هو البرنامج السريع خمسة وأربعون درجة كما يمكن تحميل كل برنامج والتعديل فيه وتحميله في خاصية المفضلة كما تحتوي هذه الغسالة على خاصية تأخير تشغيل كذلك يمكن ربطها بشبكة الواي فاي والتحكم بها عن بعد بواسطة الهاتف بالإضافة إلى خاصية التجفيف الفائق ثم خاصية الشطف الفائق هذه الغسالة تحتوي كذلك على محرك سايلنس إيكو درايف في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة